السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس التعلم عن بعد لمادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات لطلاب صف الحادي عشر من المسهر العلمي ومسهر الإنسانية نواصل مع الوحدة الأولى والتي عنوانها التصميم الرسومي ونبدأ الجزء الثاني من درسنا الأول التسويق والإعلام تعرفنا في الدرس السابق على مفهوم الإعلان الذي يعتبر عنصرا من عناصر عملية التسويق ويمكن أن يكون مباشرا وصريحا أو غير مباشر وهو نوع من أنواع التواصل أحادي الاتجاه بين المرسل والمستقبل ويمكن أن يتم بطريقة نصية أو صوتية أو مرئية والهدف منه هو إعلام المستهلكين أو إقناعهم بمنتج أو بخدمة معينة عن طريق وسائل الإعلام المختلفة والتي من بينها الوسائل الإذاعية الوسائل المطبوعة الوسائل الخارجية وسائل الإعلام عبر الإنترنت الهواتف النقالة وعديد الوسائل الأخرى مثل الإعلان في وسائل النقل العمومي أهداف الدرس لنتعرف سويا على الأهداف التي سنحققها اليوم بعون الله في هذا الدرس ففي نهاية درسنا يتوقع أن يكون الطالب قادرا على أولا التعرف على أسلوب دمج المنتج والتسويق السلبي ثانيا اختيار النوع المناسب من وسائل الإعلان ثالثا تعديد مبادئ الإعلان الفعال ثم رابعا تحديد أهمية وجود الشعار في الإعلان المصطلحات الإعلانات اضافة المنتج التسويق السلبي الشعار نمر لانا إلى الهدف الأول من درسنا اليوم لنتأمل الصور التي تظهر على الشاشة من يعرف السبب وراء تضليل أسماء بعض المنتجات أو حذفها عند ظهورها في أحد البرامج التلفزية أو مقاطع الفيديو؟ الجواب حتى لا يتم الإعلان لها أو التحدث عنها بشكل غير قانوني ولكن في العديد من الأحيان يتم عرض منتجات تجارية أو خدماتية بشكل صريح داخل إنتاج آخر كفيلم أو مسرحية مثل الصور المعروضة أمامكم فماذا يسمى هذا النوع من التسويق حسب رأيكم؟ نعم يسمى هذا النوع من التسويق أسلوب دمج المنتج يمكننا تعرف أسلوب دمج المنتج على أنه الإشارة إلى منتجات أو علامات تجارية محددة داخل إنتاج آخر كفيلم أو برنامج تلفزيوني وذلك بنية الترويج لها وهو أسلوب مميز في عملية التسويق لنفترض الآن أعزاء الطلاب أن إحدى شركات مواد التنظيف قامت بعرض إعلان تقارن فيه بين نظافة الملابس عند استعمال منتجاتها وعند استعمال منتجات تنظيف أخرى فهل يمكن اعتبار هذا التصرف تصرفا سليما؟ وماذا يمكن أن نسمي هذا النوع من التسويق؟ الجواب هذا تصرف غير سليم ويمكن أن نطلق عليه اسم التسويق السلبي يمكننا القول أن الإعلان في التسويق السلبي يقوم على الإشارة إلى المنتجات المنافسة مع التركيز على سماتها السلبية وتستخدم الشركات أسلوب التسويق السلبي في الأعمال التجارية لجعل منتجاتها تبدو أفضل في نظر المستهلكين إلا أنها طريقة سيئة في التسويق لنجيب الآن عن العبارات التالية بصحيح أو خطأ يطلق مصطلح التسويق السلبي على عملية دمج علامة تجارية أو إعلان في فيلم أو برنامج تلفزي الجواب خطأ فعملية إظهار علامة تجارية أو إعلان في فيلم أو برنامج تلفزي تسمى دمج المنتج أما التسويق السلبي فيتم عن طريق الإشارة إلى السمات السلبية للمنتجات المنافسة داخل الإعلان يعتبر أسلوب دمج المنتج من الأساليب الجيدة في التسويق الجواب صحيح في التسويق السلبية تتم الإشارة إلى الجوانب السلبية للمنتجات المنافسة الجواب صحيح نمر الآن إلى الهدف الثاني من درسنا وسنتعرف فيه على كيفية اختيار النوع المناسب من وسائل الإعلانات وفيما يليه سنحدد بعض الخطوات التي يمكن اتباعها لتحديد الوسائل الإعلانية المناسبة للحملة وهي أولاً تحليل هدف الشركة من الإعلان للحصول على فهم أفضل للمنتج والمستهلكين المستهدفين بالإعلان ثانياً جمع معلومات كاملة عن التركيبة السكانية للمستهلكين وللفئة المستهدفة ثالثاً اختيار نوع الوسائل الإعلانية المتناسبة مع المنتج والجمهور المستهدف بحيث يتم اختيار وسائل الإعلان التي قد تحقق أقصى عائد على الاستثمار رابعاً تكرار عملية اختيار الوسائل الإعلانية المناسبة على مدى فترات زمنية محددة لتحقيق أفضل فائدة للشركة لنجيب الآن عن النشاط التالي لنفترض أن طلاب إحدى المدارس يرغبون في صنع بعض المنتجات مثل القمصان والقبعات والكورات والأكواب وذلك لعرضها كهداية ذكارية بمناسبة كأس العالم 2022 عبر مجال إلكتروني يختص بطلاب المدارس لنقترح الآن بناء على ما تعلمناه الهدف من الإعلان والفئات المستهدفة بهدف تحديد وسائل الإعلان المناسبة ووسائل الإعلان الأخرى التي يمكن استعمالها لاحقاً الجواب الهدف من الإعلان هو بيع الهدايا التفكارية لزملائهم في الفصل الفئات المستهدفة هم الطلاب وتتناسب الوسائل الإعلانية المطبوعة مع هذا المنتج وفئات الجمهور المستهدف ويمكن استخدام لافتة ويب متحركة كوسيلة إعلانية أخرى ووضعها في الصفحة الأولى من المتجر الإلكتروني الذي سيتضمن المنتجات المعروضة للبيع نمر الآن إلى الهدف الثالث من درسنا وفيه سنحدد أهم المبادئ اللازم توفرها في الإعلان حتى يحقق الفعالية المرجوة منه وهي كالتالي أولاً اختيار العنوان الجيد ثانياً طلب إجراء من المتلقي ثالثاً إظهار مصداقية المنتج رابعاً التركيز على ما يقدمه المنتج للمستهلك خامساً التركيز على المنافع وليس على الميزات ثم آخيراً تضمين المعلومات المناسبة وسنقوم بشرح هذه المبادئ بالتفصيل أولاً اختيار العنوان الجيد حيث تعتبر كلمات العنوان من أهم مكونات أي إعلان وأكثر حساسية من سائر محتوى الإعلان حيث يفقد الإعلان قيمته إذا فشل في جذب انتباه الجمهور ويجب أن يركز العنوان الجيد على ميزات المنتج أو الخدمة والمسائل التي تعني الجمهور فيه كما يتميز العنوان الجيد بأنه يثير الفضول ويدعو الاستكشاف المزيد من المعلومات بخصوص المنتج إحدى الطرق الجيدة لجذب انتباه المتلقي هي الطلب منه القيام بعمل ما ويطلق على هذا المصطلح التسويقي تسمية Call to Action وهي طريقة تستخدم بشكل واسع في الإعلانات والبيع ثالثاً إظهار مصداقية المنتج حيث وبغض النظر عن نوع النشاط التجاري أو المنتج أو الخدمة التي يتم الترويج لها يتعين دائماً إثبات المصداقية بالاستعانة بطرف ثالث مثل استخدام الاعتماد الرسمي أو الاستعانة بشهادات لأشخاص يبدون رضاهم عن المنتج بهدف توفير مصداقية لما يقدمه الإعلان رابعاً التركيز على ما يقدمه المنتج للمستهلك فعندما يتعلق الأمر بشراء منتج جديد فإن جميع المستهلكين يركزون على سؤال معين وهو ماذا يعني هذا المنتج بالنسبة لي وكيف يمكن أن يكون مفيداً في حياة اليومية وإذا جاب الإعلان عن هذا السؤال البسيط والحاسم فإنه يمكن بسهولة جذب اهتمام الزبون خامساً التركيز على المنافع وليس على الميزات فغالباً ما يتخذ الأشخاص قرارات الشراء استناداً إلى عواطفهم لذلك فإن مزايا المنتج أو الخدمة هي ما تجعلهم يرغبون في الحصول عليها فعبارة المستهلك يشتري المنافع وليس الميزات تنص بشكل أساسي على أننا إذا أردنا بيع شيء ما يجب أن تركز رسائلنا التسويقية على فوائد منتجنا للزبائل المحتملين وليس على ميزاته سادساً تضمين المعلومات المناسبة فعند قيام بالترويج لمنتج أو خدمة من المهم تضمين معلومات عن كيفية تمكين الزبون المحتمل من الوصول إلى المنتج وشرائه كما يجب أن يتضمن الإعلان عنوان موقع الويب الخاص بصاحب المنتج حتى يتمكن الزبون من الحصول على مزيد من التفاصيل ننتقل الآن إلى التطبيق الثاني من الصفحة الثانية والعشرين من الكتاب المدرسي وأن نقم بتعديد العناصر التي يجب أخذها بالاعتبار عند إنشاء إعلان فعال الجواب أولاً اختيار العنوان الجيد ثانياً طلب إجراء من المتلقي ثالثاً إظهار مصداقية المنتج رابعاً التركيز على ما يقدمه المنتج للمستهلك خامساً التركيز على المنافع وليس على الميزات ثم أخيراً تضمين المعلومات المناسبة نمر الآن إلى العنصر الرابع من درسنا ولنتأمل الصور التالية بهدف تحديد ماهيتها ودورها في الإعلان وعملية التسويق الجواب تمثل الصور التالية مجموعة من الشعارات لمؤسسات ومنتجات مختلفة فما هو الشعار وما هي أهمية وجود الشعار في الإعلان؟ يمكننا القول بأن الشعار هو عبارة عن علامة رسومية أو رمز ويستخدم للمساعدة في التعريف والترويج لمنتج معين أو لهوية شركة أو مؤسسة بهدف تمييزها وقد يكون تصميم الشعار مجرداً أو قد يتضمن اسم الشركة أو علامتها المميزة من المهم جداً أن تستخدم الشركة أو المؤسسة أو المنظمة شعاراً تم تصميمه بشكل احترافي نظراً لأنه يستخدم للترويج لهوية الشركة ويلعب الشعار دوراً حاسماً كحلقة الوصل بين الشركة وزبائنها نظراً لأنه يدعم رمزية الشركة للمستهلك وذلك بشكل بصري لنقوم الآن أعزاء الطلاب بالإجابة عن العبارات التالية بصحيح أو خطأ الشعار هو علامة رسومية أو رمز يستعمل للتعريف بهوية الشركة وتمييزها الجواب صحيح يمكن أن تستعمل مؤسسة شعار مؤسسة أخرى لأنه يتناسب مع مجال عملها الجواب خطأ لأن الشعار هو ملكية خاصة للشركة أو المؤسسة وعبارة عن هويتها ولا يمكن استخدامه تحت أي ظرف أو بأي شكل من الأشكال جودة تصميم الشعار وحرافيته ليست أمراً مهماً الجواب خطأ يجب أن تستخدم الشركة أو المؤسسة أو المنظمة شعاراً تم تصميمه بشكل احترافي نظراً لأنه يستخدم للترويج لهوية الشركة أعزاء الطلاب بعد أن انتهينا من أهداف درسنا لنحاول أن نلخص بشكل سريع أهم المعارف التي اكتسبناها اليوم فقد تعرفنا على أسلوبين من أساليب التسويق وهما دمج المنتج وهو أسلوب جيد في التسويق ويقصد به الإشارة إلى المنتجات أو العلامات التجارية داخل إنتاج آخر كفيلم أو مسرحية بنية الترويج لها أما الأسلوب الثاني فيسمى التسويق السلبي ويقوم الإعلان في هذا النوع من التسويق بالإشارة إلى المنتجات المنافسة مع التركيز على سيماتها السلبية وهو أسلوب سيء في التسويق كذلك فقد تعلمنا اليوم أن للإعلان الفعال عدة مبادئ لعل أهمها اختيار العنوان الجيد ثم طلب إجراء من المتلقي والتركيز على ما يقدمه المنتج للمستهلك كذلك التركيز على المنافع وليس على الميزات وتضمين المعلومات المناسبة وإظهار مصداقية المنتج وأن للشعار أهمية كبرى داخل الإعلان فهو عبارة عن علامة رسومية أو رمز ويستخدم للتعريف بهوية الشركة وتمييزها لذا يجب أن يصمم بشكل احترافي وحتى نتمكن من اختيار الوسيلة المناسبة لنشر الإعلان لابد من اتباع بعض الخطوات لعل أهمها تحديد الهدف من الإعلان دراسة التركيبة السكانية والفئة المستهدفة تحديد الوسائل الإعلانية المناسبة كذلك اختيار وسائل إعلانية أخرى لتكرار العملية في وقت لاحق وبهذا أعزائي الطلاب نكون قد وصلنا لنهاية درسنا اليوم مع خالص التمنيات لكم بالنجاح والتوفيق